على العموم بعدها بساعة وصل لساجد نادوالا وانتوا عارفون قصة ساجد نادوالا شو صار مع انغمى عليه وغير من الشكوك ايضا اللي خلت الناس تشك اكثر ان بعد يومين من وفاة ديفيا بهارتي الاخ والاب غيروا اقوالهم او كلامهم اللي كانوا يقولون في هذاك المكان الله العالم من سمع هذا الكلام ومن نشر هذا الكلام في الجرائد او في الصحف قالوا ان بعد يومين يقولون ان بنتنا ماتت حادثة هذه تعتبر حادثة ونحن متكدين ان هي ماتت حادثة ما حد قتلها ولا هي تنتحر وشيء من هذا الكلام بحيث ان حتى والدتها اكدت في احدى اللقاءات في سنة 2012 قالت انا بنتي مستحيل تنتحر مستحيل تنتحر مع انها في احدى اللقاءات قبل قالت اشياء كثيرة عن بنتها قالت بنتها في فيلم اسمه رادهكا سنقم نزل في سنة 92 هذا الفيلم من انتاج قوفندا واخو قوفندا ومن بطولة قوفندا وجوهي تاولا هذا الفيلم كان المفروض تمثل في ديفيا بهارتي لكن للأسف ديفيا بهارتي تم خروجها من هذا العمل او ان طردوها من هذا الفيلم واخذوا وجوهي تاولا بدالها فيقولك هذا اليوم كانت وايد متوترة ديفيا بهارتي وايد معصبة وزعلان لدرجة انها كانت راحت تقص عرق ايدها بالموسى او بالسكين شيء من هالكلام هذا الكلام والدة ديفيا بهارتي وايضا من احد الاشياء اللي حصلت من الحوادث اللي كان ينقال على ديفيا بهارتي يقولك ديفيا بهارتي كانت تصور في امريكا مشهد من المشاهد وعصبت وزعلت زعلت زعل شديد جدا يقولك زعلت لدرجة انها اخذت سيجارة دخان وراحت حرقت يدها بهذه السيجارة وليمعصبة هذه الافعال الواحد يسمعها ويقول لي اخي هذه عادي تنتحر او عادي ان تسوي في نفسها اي شيء هذا الكلام اللي كان ينقال عن ديفيا بهارتي لكن والدتها في 2012 قالت لا انا بنتي مو من الناس اللي انتحرون مو من الناس اللي عندها هذه يعني الغريزة ان خلاص ان صار لها شيء راح تنتحر وتموت هذا الكلام كلام والدتها الشكوك الاخرى اللي بعد ايضا في هذا الموضوع ان الشقق اللي كانت موجودة في هذه البناية البناية قديمة جدا كل النوافذ اللي موجودة فيها عليها حماية كل النوافذ عليها حماية الا نافذة شقة ديفيا بهارتي ليش محد يعرف اليومك هذا اش معنى هنا ما كانت في حماية الشيء الثاني مكان اللي طاحت في ديفيا بهارتي هذا المكان هو عبارة عن مواقف باركينغ حق السيارات وهني في سيارة يوميا 24 ساعة تكون متواجدة يوميا يعني لو هي طاحت كان بتطيح فوق سيارة ممكن تكون الانسعافات اسهل يقولك ما كانت في سيارة في هذا اليوم ايش معنى ما كانت في هذا اليوم سيارة هذه واحدة ايضا من الشكوكة التي تم تداولها عبر الصحف وعبر بعض العلاميين ومحررين الصحافة انا ذاك الشك الكبير واللي ممكن يخليكم انتوا ايضا تشكون وايد الخادمة اللي كانت كوماري اللي هي عاشت مع ديفيا بهارتي من زمان من قبل ما تتزوج ديفيا بهارتي من طفولتها واللي كانت موجودة في البيت ايضا ضمن الاربع شخاص اللي موجودين يعني ثلاثة شخاص عفوا والرابعة طبعا ديفيا بهارتي هذه ما لها اي اقوال في الصحف وماتت بسقطة قلبية بعد وفاة ديفيا بهارتي بشهر في قريتها ماتت بسقطة قلبية هذا الشي لو كان في هذا الزمن كان ممكن يكون في بحث اكثر وتماحص اكثر عشان يعرفون كيف ماتت وليش ما تتكلم هذه وليش ما كلمت ذيك الايام فهذا الموضوع ايضا يخلي الواحد يشك انه هل هو انتحار هل هو قتل او شو هو الموضوع الشكل اكبر ايضا بيكون موجود الحين في موضوع لولا اللي هم نيتا لولا وزوجها شيام لولا اليومك هذا الى يومك هذا ما لهم اي تصريح في جريدة في تلفزيون في لقاء في اي مكان عن هذه الحادثة وكأنهم ما كانوا موجودين اثناء وفاة ديفيا بهارتي اقوالهم موجودة فقط يمكن في التحقيق ان احنا شفناها طايحة وشليناها وديناها للسعافات وهناك ماتت وكنا جاينا نحن زيارة عندها نتكلم في موضوع ازياء ممكن بس ما في لهم اقوال ثانية ما لهم لقاء هم مبسامحين انهم حد يسوي معهم لقاء يقول اكيد يم يروح اي حد يسوي معهم لقاء يقول لا سمحوا لنا نحن وردي كلامنا وقوالنا موجودة في الشرطة في التحقيق وانتهى التحقيق وانتهى الموضوع فما لهم اي كلام فهذا الشي لو كان في هذا الزمن ايضا نرجع ونقول ان كانوا بيكون في تمحص اكثر ومعرفة اكثر عن طريق وسائل الاعلامية ويعني بيكون في الضغط عليهم لما يخليهم يتكلمون عن هذا الموضوع طبعا عن موضوع مهم جدا من الشكوك ايضا الاخرى هذا موضوع جدا خطير هذا اللي يخلي ممكن الشك نوعا ما يقلب الى اليقين عن بعض الناس نوعا ما وليس الكل الموضوع هو شو موضوع ساجد ناداد والا اللي هو زوج ديبي ابهارتي ساجد ناداد والا كان معروف عننا ديك الايام انه هو على علاقة مع المافيا الهندية المافيا الهندية انا ذاك معروفة كانت تدير اعمال السينما الهندية في التسعينات كثيرة هي القصص انا ذكر مرة اكلمتكم عن الفيلم يولغار فرس خان يمطردوا الفنانة جوهي تشاولا وجاوب دالها نغما لانه كانت على علاقة من احد اتباع المافيا فهذه المافيا كانت تدير امور كثيرة قول شون كومار اللي هو معروف في الموسيقى تم اغتيال عن طريق هذه المافيا فالمافيا كان يديرها داود ابراهيم مثل ما يقولون واخوه داود ابراهيم يقولون ان كانت ساجد ناداد والا كانت لها علاقة قوية مع هذه المافيا لدرجة ان لها فيلم معروف في بداية تسعينات اسمه زلم كيهكومة من بطولة دهرمندر وقوفيندا والفنانة المثلة التي استقالت عن السينما الهندية اسمها كيمي كاتكر جميلة جدا هذة الفنانة كيمي كاتكر طلبت مبلغ كبير من ساجد ناداد والا والساجد ناداد والا كان مش راضي يعطيها هذا المبلغ فهي قالت لا انا اريد هذا المبلغ اذا ما عطيتني ما راح اكمل معك الفيلم فقام بتهديدها عن طريق المافيا احد من المافيا اتصل عليها وخوفها ومن هنا رضخت الامر الواقع وكملت الفيلم هذا الموضوع او هذه الحادثة كانت ديفيا بهارتي على علم فيها وهي كانت عارفة هذا الشيء واحدة من الاشياء اللي يخلي الواحد يشك ان هي عارفة ان زوجها بعلاقة مع المافيا فكتبوا عن هذا الموضوع وكتبوا موضوع خطير جدا 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 خطير ان ديفيا بهارتي كانت على علم بانفجارات تاريخ 12 مارس 1993 اللي صارت في الهند اللي ما يعرف عن هذه الانفجارات هذه الانفجارات كانت عملية ارهابية تم عملها بواسطة او مساعدة المافيا نفسها اللي انا ذكرتكم من اتباعها تم انفجار عدد متفرق من الاماكن في بومبي ثلاث فنادق تم انفجارها باضافة مصرف في 25 طابق تم تفجيرها والباس تقريبا اللي فيه ركاب كثيرين ماتوا تقريبا حالة الوفاء كانت فوق 250 شخص ماتوا في بومبي وفوق 1500 و 1600 جرحة كانوا موجودين في هذه الانفجارات ولا تنسون سنجدد ايضا كان متورط في هذا الموضوع ذيكي الايام وتم سجن سنجدد لفترة طويلة على هالقضية وانتوا عارفون قضية سنجدد وتعارفون فيلم سنجو وتكلموا عن هذا الموضوع يقولون ان ديفيا بهارتي كانت تعرف عن هذه الانفجارات وكان عندها معلومات كان ممكن تتكلم في الاعلام كونها صغيرة وساذجة نوعا ما ما تهتم واللي على قلبها على لسانها كان بتقول اي شي هذا الكلام تم كتابته ايضا في احد الصحف وقالوا ممكن هذا السبب ممكن هذا السبب يخلي المافيا تختال ديفيا بهارتي في هذه الليلة محد كان يعرف ممكن يكون فيه شخص خامس موجود هناك واسكت الناس اللي موجودين هناك وقتل او رمى او طيح ديفيا بهارتي من الطابق الخامس على اساس ان هي سكرانة وشي من هذا الكلام هذا الاقاويل او هذه الشكوك اللي تخلي الواحد يشك زيادة في موضوع موتة ديفيا بهارتي هل هو انتحار ام هو قتل ندخل فيه تفاصيل دقيقة نوعا ما الشباك اللي ديفيا بهارتي طاحت منه لو تدخلون انتو على مواقع اليوتيوب او على مواقع الجوجل بتشوفون شكل الشباك الشباك ما يستحق ان الواحد يقعد فيه هذه القاعدة على الرف لانه مرعب صراحة المنظر من هناك معقولة هي طفلة يعني اوكي طفلة عمرها كم عمرها 19 سنة و 18 سنة يعني عادي عندها تطيح من هذا المكان هذا الشي يخلي الواحد يستغرب تقريبا ما تقدر يعني ما تقدر تخيل ان هذا المكان ما يقدر يقعد عليه حتى الاهل الصغير ما يقدر